مرحبا بكم متابعين أتمنى أن تكونوا بخير والخبر اليوم هو خبر محزن بعد الشيء ولكن سنتغلب عليه بإذن الله إن شاء الله فحسب ما نشاهد أن بعض الدول مثل فرنسا قد عرفت موجة خامسة من فيروس كورونا وهذه الموجة الخامسة تهدد المغرب كذلك حذ ذكر بعض الأخصائيون أنه ممكن أن يعرف المغرب موجة خامسة خلال هذه الأشهر المقبلة لذلك نحث المواطنين على توخي الحضر وارتداء الكمامة والالتزام بالقواعد الصحية اللازمة ففرنسا بعدما عرفت هذه الموجة حدت جميع السكان فوق الثامنة سعشر عاما على تلقي جرعة لتعزيز المناعة وذلك بعد مرور خمسة أشهر على تلقيهم آخر حقنة وكذلك سيتم تشديد القواعد بالنسبة للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح حيث سيبطل الجواز الصحي بعد مرور سبعة أشهر من تلقي آخر جرعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر